لقد دول عدة كالدنمارك والنرويج استخدام لقاح أكسفرد أسترازينيكا بعد أن أفادت تقارير بأن عددا قليلا من الأشخاص أصيب بجلطات بعد تلقي اللقاح وبأن رجلا يبلغ من العمر خمسين عاما توفي في إيطاليا بعد إصابته بتجلط الأورد إثرى تلقيه جرعة من اللقاح لتقطع الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي ووكالة الأدوية الأوروبية الشكة باليقين مؤكدة أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن التطعيم تسبب في حدوث هذه الحالات غير المدرجة في قائمة الآثار الجانبية للقاح البريطاني فعدد حالات تجلط الدم بين الأشخاص الذين جرى تلقيحهم لم يكن أعلى منه عند عموم السكان إذ حصلت ثلاثون حالة فقط من بين خمسة ملايين أوروبي تلقوا اللقاح أضافت الجهات المعنية أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق المخاطر ويمكن الاستمرار في إعطائه أثناء استمرار التحقيق في حالات تجلط الدم شركة أسترزانيك أكدت أنه تم تقييم سلامة الدواء على نطاق واسع في التجارب السريرية وللمنظمين الرسميين معايير سلامة واضحة وصارمة للموافقة على أي دواء جديد أما في المملكة المتحدة فقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إنه لا يوجد دليل على أن اللقاح تسبب في مشاكل ولا يزال يتعين على السكان الذهاب إلى مراكز التطعيم وتلقي اللقاح عندما يطلب منهم ذلك والجدير بالذكر أنه تم إعطاء أكثر من 11 مليون جرعة من لقاح أكسفرد أسترزانيكا في جميع أنحاء المملكة المتحدة حتى الآن فيما تستمر فرنسا وألمانيا أيضا باستخدام اللقاح